معانا واستاذ كرم من القاهرة ايوا انا واستاذ كرم ازاك فضلت الشيخ فضل فانو عليك الحمد لله بخير الحمد لله الحمد لله سعاد الحمد حضرتك انا دلوقتي مصرف وكده يعني ما بقدرش امسك انا اولا لازم احييك ان انت مقرب ده تعال بقى تعال نسأل تعال نسأل بقى في اي مجال انت بتصرف بتصرف في شراء الاكل لا 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 في الاكل في الاكل وفي البيت في الاكل في البيت يعني تجيب صنف واثنين لغاية ما لأصناف تترمي لغاية ما تترمي طيب بص يا سيدي ايه المسألة دي في حاجتين فيه تلات ادوات ممكن نعمله والادوات دي كلها متاخدة من الكتاب والسن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر واتقوا ايه اللي حاصل ممكن تخلي الفكهة مثلا او الاشياء اللي انت بتجيبها حط فلوس والفلوس دي اديها لزوجتك تهي اللي تشتري او اديها لابنك ابنك الكبير هو اللي يشتري وخلي الحاجات دي معاه هتبقى صعبة عليك ان انت ما تدخلش السرور على قلبهم بس ساعتها اولادك عيقرفوا ان انت بتعمل الكلام ده لمصلحته طيب والفلوس اللي هتفضل نحطها في صندوق ده وكل ما يحصل ان الفلوس دي تكتر ايه اللي حاصل نشتري بيها حاجة تدخل السرور على البيت كل يبقى ايه اللي هيحصل يبقى الزائد من الفلوس اللي بينفقها ابنك الكبير او زوجتك نحطها في زي الحصالة كده وبعدين نجيب بيها ايه نغير بيها سجاد نغير بيها شيء نجيب بيها حاجة نبقى نتشارك فيها يبقى دوت هو دوت احد الحلول الحل التاني ان انت تتفق معاهم ان هم اللي طلبوا مش انت اللي تجيب يعني انت تجيب بالطلب ما تجيب شيء من نفسك ودوت هيبقى شيء لطيف قوي ان هم ودوت هيكون اوفق لمسألة الاحتياج يعني ما تجيبش الحاجة غير اللي هم ويطلبوها وتتفق معاهم على كده يعني انت محتاج جلسة تقول لهم تعالوا احنا عن دير مسألة الاسراف ده لاننا في الحقيقة انا مش عايز اقع في ده ولا عايز اقع في الحرام لان الاسراف حرام يبقى ايه اللي حاصل يبقى تعالوا نقعد ونتفق على ده ان انا مش هجيب الحاجة عشان بس محدش يسميني ان انا بخلت لا انا هجيب الحاجة لما تطلبوا مني عشان اعالج الاسراف اللي عنده بكده يبقى كل البيت نفسيته قد طابت وفي نفس الوقت ايه اللي حاصل علاجنا الاسراف استاذ كرم انت لسه معايا لسه معايا على التليفون اتفضل ايه استاذ كرم اا اا وبرضو افضلت الشيخ بحس ان دي نسعد بدي اعليا او جدا ما هو دي سيد سيد كرم ايوة انت عارف ان الاسراف احد احد مشكلات الاسراف ايه ايوة بيزيل البرك تخيل يعني لما يكون عندي اكل حضرت النبي بيقول ايه لما يكون عندي اكل ويبوز ورمي او يكون عندي حاجة ورميها او عندي حاجتين تلاتة فيتسابوا لغاية ما يقدموا مش عايز مش عايزة البسهم حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انكم لا تدرون في اي طعامكم البركة فالحاجة اللي بنرميها ديت ممكن تكون هي اللي فيها البركة انت فاهم قصدي صح فلذلك ايه اللي حاصل الاسراف ده لكن شوف اللي انا قلت اقولك ده الحل الاولاني ده ان احنا نخلي حد هو اللي يشتري فلما هو اللي يشتري ايه اللي يحصل ويفضل الادخار ده اه نحس بنعمة ربنا علينا بالمال ويبقى الادخار دوت لوقتي الزنق يبقى ساعتها احنا هيكون الحل الاولاني ده الحل الاولاني ده بالنسبة لك تعين كده حاجة كرة دعم اتفضل 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 احاج كرة شكرا شكرا عفونا يا سيدي يبقى ايزا اهو المسائل بسيطة خالص في حاجات كتيرة ويا سلام انا يعني اسمعوا لحايل حاج كرة من نوع بادر بدا ده او ده شخص لن يقع في براس ادمان الاسراف ليه لنه بادر كل ما الانسان يبادر كل ما الانسان يخرج من هذه من هذه الاتون من هذه النار بسرعة